إذن كما كان سعد يشرح المخاوف تتنامى في الأردن من إعنعكاس العقوبات الاقتصادية في ظل حركة التبادل مع سوريا هذه خلال سنوات العشر الأخيرة التي قدرت بنحو خمس مليارات دينار أردني العربية جالت على تلك الحدود الأردنية وكان هذا التقرير هي قبلة الباحثين عن الجودة والسعر المناسب التي تمتاز بهم البضاعة السورية غير أن تغييرات بدأ يتلمسها تجار يتعاملون في الألبسة المستوردة من سوريا تقريبا بلاش نتأثر لأنه عندنا القطنية السورية أساسية فيها البلد وبهمنا الضلها ماشي الشغلة بيننا بين سوريا احنا من ناحية تجارية احنا ما بنستغني عن سوريا وسوريا بتستغنيش عنها مخاوف تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني فهنا وإن بدت الحركة طبيعية في منفذ حدود جابر مع سوريا إلا أن الآراء تتباين بين سائقين عاملين بين البلدين احنا كبحار وسبري يتأثرنا كثير لأنه احنا عدم مشغلنا على سوريا سوريا عملا فقط إذا سكى الخط ما بظلنا شغل احنا شغلنا هو وما تغيير علينا شيء أبدا شغلنا كثير كويس ما في شيء تباين الأراء لم يخلو من قلق يساور البعض فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على سوريا التي تعد بوابة الأردن إلى أوروبا وتركيا ولبنان بالنسبة للمخاوف المستقبلية والله هذا أكيد يعني راح يكون مثلا فيه انعكاس سلبي إذا صار مثلا عند يوم حظر أو وقفت الحدود أكيد راح يكون فيه تأثير على البلد وعلى تأثير على الحركة الاقتصادية بالأردن في الأشهر الأخيرة زادت نسبة التجارة البينية بين سوريا ما يقارب 17% وبالتالي هناك خصوصية في العلاقة الأردنية السورية هناك شكل من أشكال التشابك في الموضوع الاقتصادي وفي الوقت الذي يتوقع أن تتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية الأردنية يرى مراقبون أن قطاع النقل البحري سيكون بمنأن عن تأثير العقوبات ما يجعل ميناء العقب الوجهة الاستراتيجية للبضائع فيما يبقى ملف المياه أحد أبرز القضايا بين البلدين معلقا منذ سنوات تأكيدات الأردن على أنه مع الإجماع العربي فيما يتعلق بالشأن السوري لم تخلو من بعض الملاحظات سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية على سوريا وفي هذا الإطار يتوقع خبراء انعكاسا سلبيا على بلد يقدر حجم التجارة الخارجية فيه والتي تمر عبر الأراضي السورية بنحو 60% غسانة بلوزة العربية مركز حدود جابر